بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين والذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فمرحبا بكم أيها الأحباب أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المحاضرة بعنوان القرآن مأدبة الله في الأرض القرآن الكريم كما تعلمون أيها الأحبة هو كتاب الله الخالد أخرج به هذه الأمة من الظلمات إلى النور فأنشأها النشأة الأولى وبدلها من بعد خوفها أمنى ومكن لها في الأرض ووهبها مقاومات صارت بها أمة ولم تكن من قبل شيئا القرآن كتاب هذه الأمة وروحها وباعثها وحارسها وراعيها وهو زاد الطريق لم ينزل لجيل واحد أو لقرن واحد هو كلام الله العظيم الذي يمتد عبر الأزمنة من يوم النشأة إلى يوم القيامة نزل من السماء مكملا لرسالات الله لذلك فهو يسع الجميع ولا يسعه أحد لهذا وغيره كان القرآن العظيم خير وأفضل ما يشتغل به من الكتب لما فيه من خير الدنيا والآخرة به مخرج الأمة من أزماتها ونجاتها من الفتن يقول سيدنا علي كرم الله وجهه قلت يا رسول الله ستكون فتن فما المخرج منها قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أدى الله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقض عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا حديث صحيح الإسنان القرآن الكريم هو كتاب الإسلام في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآذابه وأخلاقه وقصصه ومواعده وعلومه وأخباره وهدايته ودلالته هو مأدبة الله في الأرض وما أعظمها وما أعظمها من مأدبه عن عبد الله قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لا ميم ولكن بألف ولا من وميم هذا الحديث يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من وجهين موقوف ومرفوع ولنقف معه لجلاء بعض الطيبات من هذه المأدبة العظيمة مأدبة القرآن عند سماع كلمة مأدبة غالبا ما يتبادر ذهننا إلى وليمة أو دعوة إلى طعام يغذي الجسم ويساهم في نموه وتطور أجزائه كي يكون في سحة كاملة وعافية شاملة ولكن المأدبة هنا هي مأدبة خاصة مأدبة الله تعالى لخلقه وهي مأدبة القرآن ولا شك أن هذه المأدبة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في بضع ثلاث وعشرين سنة تحتاج منا المعرفة والفهم والتدبر من تم كان لابد من التحلي بالعلم والسعي في سبيله فالغاية من وجود الإنسان والتي حددها الله تعالى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يمكن تحقيقها بمعزل عن هذا العلم بكتاب الله تعالى وسنته صلى الله عليه وسلم الشريفة باعتبارها الصورة الواقعية لتطبيق أحكام وشريعة القرآن الكريم وما فتأ القرآن الكريم يحث الناس على ضرورة التعلم والتعليم منذ بداية نزول الوحي حيث أقرت الآيات الأولى هذا الأمر حتى عد منهجا ثابتا في هذا الدسور الخالد القرآن الكريم فلا تكاد تخلو صورة من صوره من الحديث عن العلم سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولعل في عدد ورود لفظة العلم بكل مشتقاتها في القرآن الكريم بعد إحصائها سبعمائة وتسعة وسبعون مرة ما يؤكد المكان العالية التي منحها الله سبحانه للعلم والعلماء قال تعالى في صورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أول للباب وفي الحديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالخيرية كل الخيرية منبعها القرآن الكريم فهو بحر العلوم ومعارفها بشتى أنواعها قال صاحب البرهان في علوم القرآن في كتاب قانون التأويل علوم القرآن خمسون علما وأربعمائة علم وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد كلام القرآن مضروبة في أربعة إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع وهذا مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من روابط ففي هذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله تعالى وأولد في موضع آخر من البرهان أيضا قوله في القرآن علم الأولين والآخرين وما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهمه الله تعالى القرآن الكريم مأدوة الله في الأرض فيها أطيب الكلام وأحسن القول وهو قول الله الخالق البارئ ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فمن راد أن يكون لسانه رطبا وقوله حسنا عليه بالقرآن الكريم منه نستمد الكلمة الطيبة ففي كل حرف من القرآن الكريم ريح طيبة تنشر نسائمها في القلوب الخالصة في الدمائر الحية بها دخل الناس في دين الله أفواجا وبها حرر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما فكم من كلمة طيبة كتب الله بها الردوان تدفع عن مسلم أدى أو تنصر مظلوما أو تفرج كربة أو تعلم جاهلا أو تذكر غافلا أو تهددالا أو ترأب صدعا أو تطفئ فتنة وكم من مشاكل حلت وكم من صلات قوية وكم من خصومات زالت بكلمة طيبة بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم مأدبة الله وحبله المتين ممدود من السماء إلى الأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بتعاليمه وشرعه وعمل بما فيه نجا ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنقا فيه الرحمة وهو رحمة للعالمين فيه الهدى وهو هدى للمتقين قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يهدي للتي هي أقوم للتي هي أحسن في الدنيا والآخرة فيه السهادة الأبدية والخير للبشرية يشرح الله به الصدور وينفس به عن المغمومين والمكروبين ويمنح القلوب السكينة يزيل الأحقاد بين الناس وينشر المحب بينهم فكم من فتن أخمدت بحكم القرآن وكم من قلوب آمنت واطمأنت من سماعها لآيات القرآن مزداقا لقوله تعالى ألا بدكر الله تطمئن القلوب القرآن مأدبة الله في الأرض نورها يهدي الضال في ظلمته ويرشده إلى السلوك القوين ويخرجه من غيابات الجهل والغواية إلى دروب المعرفة والهداية إنه نور النعيم المقيم والخلود الدائم إنه نور الجنة التي تشرق فيها الأنوار وتنكشف فيها الحقائق ويصبح فيها المؤمنون مخلوقات نورانية تتهيأ للنظر إلى مصدر الأنوار نور الله نور على نور نور لا تنطفئ شعلته يهدي الله به من يشاء من عباده المؤمنين من ثار عليه وصل ومن ختم الله على نوره أتمس بصيرته فكان من الخاسرين والضالين فلا هداية في هذه الحياة إلا بالقرآن الكريم القرآن الكريم مأدبة الله في الأرض يتلى فيها أناء الليل وأطراف النهار من طرف رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف عرفوا حق المعرفة آية الله وأجرها فتلوها قولا وعملا بقلوب خاشعة إلى ربها راجية الرحمة والمغفرة والتواب من عند العزيز الغفار أعلموا أن الخسران كل الخسران في هجر القرآن فتجافت جنوبهم عن المضاجع طمعا في نيل الرضا وناجوا المولى سبحانه بالأسحار بينما الناس نيان دعوا ربهم تضرعا وخيفة موقنين بالاستجابة الربانية مزداقا لقوله تعالى قلوا دعوني أستجب لكم هذه إذن بعض كنوز مأدبة الله في الأرض القرآن الكريم لكن هناك سؤال جد مهم يطرح نفسه بإلحاح وهو كيف يمكننا أن نستغل هذه الكنوز ونخرج منها ثمارها النفيسة التي يكون لها أثر في حياة الفرد كما في واقع المجتمع أشرنا في البداية إلى أن كتاب الله القرآن الكريم يحتاج منا المعرفة والفهم والتدبر هذه هي المفاتيح التي يمكن أن نستكشف بها الدرر القرآنية لا يمكن أن نكتفي بتلك التراتيل التعبدية التي نتنافس من أجلها وننسى أن القرآن الكريم هو دستور خوطبت به أمة خوطبت به أمة دات وجود حقيقي وواجهت به أحداثا واقعية وكان حجرا أساسيا في التغيير تغيير النفس البشرية وتغيير العالم بأكمله إننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في علاقتنا مع القرآن ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتدبر لآياته الكريمة إن مسألة تدبر القرآن الكريم وفهمه والعمل به هو الأصل الأصيل الذي لا صلاح بدونه وهو ما نصت عليه آيات عديدة في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أول للبعام يقول الإمام السهدي في تفسيره لهذه الآية إن الحكم من إنزاله أي إنزال القرآن ليتدبر الناس آياته فيستخرج علمها ويتأمل أسرارها وحكمها فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره وهذا يدل على الحد على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود معلوم أن القلوب هي مدار جميع العبادات والمعاملات القولية والعملية ولا يمكن أن تفتح مغارقها التي قد نشأت لسبب من الأسباب لا يمكن أن تفتح إلا بالتدبر للقرآن الكريم فالقلوب ضعيفة فالقلوب ضعيفة تحتاج إلى ما يقويها ويخرجها من ضعفها والتدبر هو المفتاح لذلك يقول العلامة بن بادس قلوبنا معرضة للضعف للضعف عن قيام بأعباء التكليف وما نحن مطالبون به من الأعمال والذي يجدد لنا فيها القوة ويبعث فيها الهمة هو القرآن الحظيم فحاجتنا إلى تجديد تلاوته وتدبره أكيدة جدا لتقوية قلوبنا باليقين وبالعلم وبالهمة والنشاط للقيام بالعمل وهكذا من ليس لديه هذه القوة ولم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا ولم ينتفع منه جزءا عن مالك رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها ليس ذلك لبطء لبطء في حفظه مع هذا الله بل لأنه كان يتعلم فرائدها وأحكامها وما يتعلق بيها ويطبقها على أرض الواقع عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أي كان منهجه في الحياة القرآن قوله القرآن وعمله أحكام القرآن ومثله كان الصحابة رضون الله عليهم ومن كان أمره كذلك صلح باطنه وظاهره فالمطلوب منا إذن ولا سيما ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي يحرس فيه المؤمنون على تلاوة القرآن الكريم أن نعيد ونجدد علاقتنا بكتاب الله وأن نجعله حيا في قلوبنا رطبا في ألسنتنا صورا واقعية في حياتنا ولن يحصل ذلك إلا من خلال حفظه وفهمه وتلاوته وتدارسه وتدبره وأخيرا العمل به فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا يا رب اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر المؤنسا وعلى صراط نورا ومن النار سترا وحجابا ويوم القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا وإماما آنس وحشتنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة